برضو الخبر اللي جاي انه اليوم السابع كمان بيقول انه فيه مصدر داخل جهاز الكرة في الاهلي قال لهم ان الاهلي عايز يجيب بن شرقي اللعب المغربي نجم الوداد ورصد له سبعمائة الف يورو للتعاقل انا عايزة اوفينا بقى استاذ ابراهيم وابدى اللعب بص بقى ده نقل خطوة كمان ده اللعب ابدى موافقته المبدئية على ارتداء فنلة الاهلي وطلب ارجاء القرار النهائي الى حين وضوحه الرأية بخصوص العروض الاوروبية اللي تلقاها مؤخرا ومن مارسيليا ومن سبورت انجليش بونا لانه حلمه الكبير ان يلعب في اوروبا بس هيستنى لغاية لما يشوف الموقف الاوروبي ايه وبعد كده يرد عن نادي يعني استاذ ابراهيم اه مفيش حد ابدا نكتب خبر بالطريقة دي اه دليل ان الخبر ده مصدره اه وكلاء لما واحد يقول لك رصد الاهلي سبعمائة الف يورو مم لا فيش حاجة اسمها كده اه طبعا انت بتبتدي الحوار وتشوف هم عايزين ايه مم بس وهل هل يعني هل من المعتاد ان انت لما تبقى جايب لعب انت بترصد مش هدفع فيه الا كذا او انت لو رصد تطلع تقول تعلن طب ما كده خلاص طب ما هيقولك لها عايز مليون وسبعمائة اه ده موضوع غير منطقي وغير مهني وغير اخلاقي اللي بيكتب هذا الكلام اه او اللي بيصرب بهذا الكلام اه يعني برضو مع علامة استفام يعني انا اروح اشتري حتة الارض دي وانا عارض عليه كذا ما كلام يعني ما يعملوش تجري فاكهة يعني اه يعني اي واحد عنده ابجديات اللي بيعه الشراء ما يعملهاش بالطريقة دي اه يعني دايما انت بتسأل انت عايز ايه طلبتك ايه اه لو حسيت انها قريبة يمكن الضغط فيها بتتكلم حسيت انها بعيدة قوي اه تقول له لا خلاص بتقفل ما تصرحش ومحدش يعرف عن موضوع حاجة اه مش لك لك وانت داخل على ازاي ما قلت تجيب رونالدينه اوكي اه كلام اه يعني انا اطلع اقول الاهلي هم طلبين 15 مليون واروح انا متأنزع واحنا رصدين عشرة ده كلام ايه ده ده زي صمو الات وزمان صح يا حبيبي ده تهجيس اه ده شغل تجارة اه بالوئة مش تجارة اه جملة اه يعني شغل شغل كده بلدي شوية اه طيب فريق كورة كورة اليد في النادي الاهلي فاز على سبورتينج اه في الدوري المباراة كانت تلعبت في صالة الامير عبدالله الفصل في النادي الاهلي فاز 24-22 بس ارجع تاني لان الخبر مكتوب حتى ازاي مما يدلل على الكلامي ويبرق جهاز الكورة ويبرق النادي الاهلي ان يكون مصدر هذا الخبر واكده مصدر داخل جهاز الكورة ان ادارة ناديه رصدت سبعمائة الف يورو هو هو مين اللي بيحدد الفلوس ادارة النادي طبعا يبقى التصريح يجي منين ادارة النادي مفيش غير مهاتس محمود اللي هو موش رفع الكورة ان ما داخل يعني مصدر داخل جهاز الكورة وعارف مينين سبعمائة الف يعني في ادارة داخل جهاز الكورة يعرف انه قالوله هجيب بن شرقي خد بقى خد سبعمائة الف يورو وروح هاتف ولا مالين زيادة لا اه هي اللي ما بتنشيش الامور كده اه ده دليل على عدم لا نعجب جدية الخبر انه مرمي كده بس وبعدين من شرقي هيجي على حساب مين والااا وعدد الاجيب معنا هو ده بقى الهز ايوه انت بتلطش دولة في مين فأزاره اه وتمتقول حجيب بن شرقي اه وكابتن عماد متعب مستني الفرس حجيب بن شرقي اه هو ده هو ده الهز وباكى لسه ما دخلش واجي ايه اه الخبر ده كده على بعد الملوان محسن ان شاء الله رائع ما بيطلعش بالطريقة دي هذا الخبر خد مني مضروب مية المية طيب انبارح كان فيه حفل كبير لتكريم المنتخب شركة بريزنتي